تعال اقول لك ازاي تحلق شعرك وتستشور ببلاش لان القناة دي مش للأكل فقط للقناة دي عشان تعمل اي حاجة بسار قليل او ببلاش حرفيا معا للقضاء على الاشياء الغالية رخيص او ببلاش فقط في القناة دي طبعا عمال طبعا فيديوهين قبل جدا على اليوتيوب ازاي تستشور شعرك وازاي تحلق اصلا شعرك وتحلق ادانك والكلام ده هتلاقيهم على اليوتيوب هسيب لك انينك بتاحهم تحدي بتسكريبشن وطبعا انا اتجهت طبعا في فكرة ان انا احلق شعري النفسي او احلق لنفسي او اصطشور لنفسي من ساعة ايام الكورونا ايامك هتدنيها كلها افلى كبش معقول يعني فيه وباقي يعني في العالم والدنيا اصلا كلها افلى وهنزل عند حلاء احلق بنفس المكناة اللي بتحلق بها بقيت الناس كلها فاتجهت ان انا جده جده اصلا قاعد في البيت فمفروض اتعود ازاي احلق لنفسي علشان اوفر 50 جنيه او 60 جنيه بديوه من الحلاقة كل اسبوعين ومنها ان انا اكون باحلق لنفسي فحتى لو في حاجة غلط حصلت فيا او انا عملت حاجة مثلا غلط في شعري فانا اللي عملتها النفسي وبش اقولك طبعا ان انت طبعا من اول مرة او من تاني مرة هتبقى عامل زي الحلاقة بالضبط وهتحلق كمان احسن منه لا الموضوع كمان بيجي بالتعود والكلام ده اكيد اول مرة غلطه اكيد تاني مرة غلطه وتالت مرة غلطه حد ما بيت احلق لنفسي وكل حاجة بيت تمام عندي فانت في الاول هتستعين باختك او اخوك او باباك او مامتك او صاحبك او اي حد عشان يحلق لك وبعد جده انت هتلاقي نفسك بتحلق لنفسك وطبعا عشان تحلق محتاج مكانة حلقة ودي حرفيا احسن مكانة حلقة انا بستعملها شخصيا اصلا طبعا فيه طبعا ارخص بكتير فيه بتسعة وتسعين جنيه فيه بمية فيه بخمسين فيه بستين فيه بسبعين سواني هجيبلكوا المكانة بمستين جنيه يعني حاجة زي جدا بستين جنيه بتحلق الدقن جمدة جدا جدا طريبا رخيصة جدا جدا بستين جنيه فقط لكن دي بقى لميت للدنيا كلها طيب تعالوا طب جدا نعمل طب انبوكسن طب ليها وقولكوا مكانة الحلقة دي بتيجي معاها ايه اوبا طبعا الكتالوج اللي محدش بيره خالص تمام ده شكل القلبة اللي بتيجي طبعا هجي كتيرا جدا انا هفهمك كل حاجة تعال بس جدا عشان ايه تشوف كل حاجة معايا يا صاحبي طبعا اول حاجة عروستنا دي الماكنة زغيرة جدا جدا تنفع لكل حاجة ده صوتها مطور بتاعها جامل جدا جدا ومن شركة كيمي من شركة كيمي طبعا معروفة جدا جدا ودي طبعا البتاع اللي انت بتحلق بيها اللي انت هتحلق بيها دقنك وهقول لك ليه دي بتاعة الدقن دلوقتي ان انت ممكن تعمل جده وتفكها وتركب اي حاجة من الحاجات اللي موجودة دي هفهمك بقى ايه الحاجات دي دلوقتي طيب مبدئان الرأس دي طبعا الصغيرة دي بتاعة الدقن في منها واحدة كبيرة زيها بالزبط بس كبيرة يعني بص دي صغيرة ودي كبيرة دي بتاعة الدقن دي بتاعة الشعر المشتبه اللي هو بتاع الشعر ده في منها تلاتة وستة وتسعة وتناشر كل ده بتركب اي واحد عليها عادي خالص جده وبتركبها وتحلى بيها الجناب او الشعر يعني وتشوف الطول انت عايزه وتركب الطول انت عايزه طيب نصدنا بتاعة الشعر خالص نيجي لبتاعة الدقن الدقن نجي اللي هي الزغيرة اللي انا قلتلكو عليها فيه ليها مشت واحد ولكن الفكرة بتاعته صائعة جدا جدا اللي انت لو خدت بالك هنا ان فيه هنا ارقام واحد اتنين تلاتة اربعة ان هو ذات نفسه بينزل لتحت يعني جده رقم اربعة جده رقم تلاتة جده رقم اتنين جده رقم واحد وتشوف انت عايز تحلق ادانك وشنبك على انيماس يعني طيب خلصنا الشعر والدقن نشوف ايه اللي باقي البتاعة دي جامدة جدا جدا دي لما تكون مسلا خلصت حلاقة والكلام ده وفيه شعر مسلا زيادة واقف والكلام ده دي حاملة زي مشت جدا بالزبط جامج جدا جدا بتمشيها جدا مسلا على ادانك وعلى جنابك والكلام ده ويشلك كل الزيادات طبعا كل اللي بتكلم عليه ده بيركب طبعا على الماكنة دي التركيب بتاعها سهل جدا جدا انا جدا ركبت دي جدا لو هركب دي مسلا مغناتك هي انا جدا ركبتها شغالة عادي خالص بفكها ممكن اركب اي حاجة تاني هجيلكوا انا بقى دي لشان دي جامدة جدا جدا دي بقى اصغر واحدة فيهم حرفيا دي اللي هي فوق الشنب واللي تحت هنا والحيتة الزغيرة هنا الحيتة اللي ماينفعش وصلناها المشت الكبير او المشت بتاع الدقن طيب نيجي الحاجة القبل الاخيرة ان هي دي دي المفروض اللي هي مفروض انت بتركيبها جدا يعني والناس بقى اللي بتحلق دقنها خالص يعني بقى وعايزها هزيلوا بقى براطة يا زميلي بقى حاجة املسة املسة يعني بيستخدم ده ده ايه تنعيم بقى باشا ومس تخليك شاب املس للناس اللي ما عنداش ده ان بقى اصلا هي ملساء مش عارف قولك ايه والله ونيجي الاخر حاجة دي طبعا بتاعة الودان وبتاعة مارخير ودان بقى يا زميلي بص يا بشا حاجة متكملة متكاملة وايه لو اعملت جده يا زميلي هتلاقي الشاحن بتاعها والشاحن تاعها يوس بي عادي خالص بتاعها سامسون الكلام ده فانت ممكن حرفية انتش حين اقصف بشحن الاتليفون والكلام ده يعني فالموضوع سهل خالص المكن دي بتたعت معايا متواصل سعاتين استخدامة او سعاتين ونص في الموضوع حرفيا جامد جدا طبعا هقولكو دي بتاعتيه في الاخر يعني بيجي معها مشت بيجي معها فرشة صغيرة عشان تنظف يعني بيها الماكانة والكلام ده يعني تنظف بيها الشعر اللي فيها والكلام ده وبييجي معها زيت علشان كل فترة جيدة هتنقق جدا على الماكانة عشان تبقى ثالثة معاكم الكلام ده ويجايبين معها الاهداء دي علشان تكون الماكانة كلها بقى موجودة بقى عندك جدا في قاعدة جدا جميلة لطيفة وكل حاجة ترجمع بقى فيها بقى بقى بشر حاجات بتاعتك كلها وتركينها على جنب بقى بقى بشر وشكلها شيء جدا جدا فهتوفر معاك كتير جدا جدا الماكنة دي كنت جايبها تريبا بتلتمية جنيه او تلتمية وخمسين جنيه ممكن يسيبلك اللينك بتاعها داحت في تسكريبشن لو انت عايز تشريها وتتعلم بقى ازاي تحلى لنفسك ولو انت فكرت فيها اصلا انت هتقعد معاك فترة كبيرة جدا جدا حرفية يعني ممكن تقعد معاك لسنتين وتلات سنين خيال بقى اصلا انت في السنتين والتلات سنين دول اصلا هتروح للحلاء كم مرة فانت عندك حلاءة شعر عندك حلاءة دا انا عندك حلاءة حرفيا كل حاجة فانت مش محتاج اي حاجة وباي باي للحلاء وجده يا بنا جده قلتلك ازاي تحلق ببلاش في البيت شير في كل مكان لايك في كل مكان عايزين نوصل لمية الف قبل نهاية السنة بيكو ريدر على فكرة وطبعا روح طبعا عامللي طبعا فولو انستجرام لانه هيفوتك كتير جدا جدا ولليوتيوب والقناة الجيمينج والتيك توك بص يا زميني اعدي على كله اعمل لفات يا باشا وسبسكرايب وفولو وكل حاجة ويبقى انا جده قلتلكو ازاي تحلق ببلاش كالعادة ديوسا كوتش سامالي